السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب بارك الله فيكم درسنا السابق كان في أحكام الطلاق ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاستثناء في الطلاق أنه يسح الاستثناء في الطلاق ما شروط ذلك بارك الله فيكم نعم شيخ الله بارك الله فيكم من الشروط في صيحة الاستثناء في الطلاق إذا وصله الزوج أي لفظة المستثناء بالمستثناء منه يعني باتصالا عرفيا هذا من الشروط وكذلك من الشروط عدم استغراق المستثناء والمستثناء منه هذا المستثناء منه طيب هل يمكن أن تأتي بمثال لهذه المسألة مسألة الاستثناء في الطلاق يعني يقولها ماذا؟ مثلا إذا قال أنت طالب ثلاثا إلا ثلاثا هذا يبطل الاستثناء لأنه استثناء المستغرق نعم الاستغراق المستثناء للمستثناء منه نعم ما حكم الطلاق قبل النكاح؟ لا يسح الطلاق قبل النكاح نعم كان الطلاق فرعا عن النكاح فلا يقع الطلاق قبل النكاح ذكر هنا أربعة من الرجال لا يقع طلاقهم تنجيزا ولا تعليقا فمنهم؟ السلام عليكم هل تسمعوني يا شيخ؟ نعم بارك الله فيك الفضل الصغير والمجنون والمكره والنائم نعم بارك الله فيك طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في أحكام الرجعة والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الرجعة عقب الطلاق لأن الطلاق سببها والمسبب يؤخر عن السبب والرجعة في لغة العرب المرة من الرجوع سواء كان الرجوع من طلاق أو غيره وهي بفتح الراء وكسرها أما شرعا والرجعة رد الزوجة إلى النكاح بعدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص يرد الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل المرأة المطلقة التي في عدة طلاق غير بائن أي في عدة طلاق رجعي إلى النكاح على وجه مخصوص أي بشروط معينة والرجعة والرجعة تحصل من الناطق بألفاظ وهذه الألفاظ قد تكون سريحة وقد تكون كناية وقولنا رد الزوجة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن في حال كون هذا الرد في العدة فإذا انتهت العدة فلا رجعة وكذلك إذا لم تكن في عدة أصلا كالطلاق قبل الدخول وكالفص فإنه لا يمكن رجعتها وكذلك إذا انتهت عدتها فلا رجعة له عليها وقولنا غير بائن هذا احتراز عن الطلاق البائن كالمطلقة بعوض والمطلقة ثلاثا ولا رجعة عليهم قال رحمه الله إذا طلق أي شخص حر امرأته ولابد أن تكون المرأة مدخولا بها واحدة أي طلقة واحدة أو اثنتين أي بغير عوض أما إذا كان الطلاق بعوض هو ما يسمى بالخل فإنه لا رجعة للزوج عليها وكذلك إذا طلق العبد زوجته طلقة واحدة فلو أي فلزوج عبدا كان حرا مراجعتها أي بغير إذنها وعلمها لا يشترط أن تأذن المرأة بالرجعة وكذلك لا يشترط علمها بالرجعة قال ما لم تنقض عدتها لقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو إلى قوله وبعلتهن حق بردهن في ذلك والمراد بالرد في الآية الرجعة وفي الآية أنه لا بد أن تكون الرجعة في أيام العدة أي في العدة في وقت العدة لقول الله تبارك وتعالى في ذلك فصم الإشارة يرجع إلى العدة المشار إليها في قول الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو وفي حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مره فليراجعها وقد طلق النبي عليه صلى الله عليه وسلم حفصة وجاه جبريل حاملا رسالة من الله سبحانه وتعالى فقال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة ولا مهر للمرأة ولا عوضة بسبب الرجعة أما إذا كانت المرأة غير مدخول بها غير مدخول بها فإنه لا رجعة عليها ولكن له أن يعقد عليها بعقد جديد لقول الله تبارك وتعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمصوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال فإن انقضت عدتها عدة المرأة الرجعية نعم فإن انقضت عدتها أي الرجعية حل له نكاحها بعقد جديد يعني تكون كسائر النساء إجماعا لقول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن إنتهت عدتهن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال وتكون معه أي بعد العقد الجديد على ما بقي له من الطلاق أي من عدد الطلاق ما لم تتزوج إجماعا وكذلك إذا تزوجت دخل بها الزوج الثاني أم لم يدخل بها الرجل إذا طلق زوجته ولم يراجعها حتى تنتهي عدتها فله أن ينكحها بالنكاح جديد وهذا إذا كانت رجعية أما إذا كانت بائنا كان يطلقها ثلاثا ولا تحل له لا يحل له نكاحها حتى تنكحها زوجا غيره هذه مسألة والمسألة الثانية التي أشار إليها المصنف رحمه الله أنه إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بعقد جديد فإنها تبقى معه على ما بقي من عدد الطلاق كان يطلقها مثلا طلقة واحدة ثم تنتهي عدتها ثم يتزوجها بعد ذلك بعقد بعقد جديد فإنها تبقى معه على ما بقي من الطلاق وهو هنا طلقتان وإذا طلقها مثلا طلقتين ثم ترك مراجعتها حتى انتهت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنها تبقى معه على طلقة واحدة فانتهاء العدة لا يزيل الطلاق الذي قبله وهذا هو ثابت عن السحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم لهم خلاف في ذلك أما إذا طلقها ثلاثا فإنها تعود إليه بثلاث طلقات بشرط أن ينكحها زوج آخر وتنتهي عدتها منه سواء كانت عدة عدة طلاق أو عدة وفات قال فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء الأول إنقضاء عدتها منه أي من المطلق لأنه لا يجوز أن ينكحها زوج جديد قبل انتهاء عدتها والثاني تزويجها بغيره أي تزوجها غيره زواج صحيحا لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والثالث دخوله والضمير يرجع إلى الغير إلى الزوج الجديد دخوله بها وإصابتها أي وطوها وذلك لحديث امرأة الرفاعة أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال لها لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوق عسيلته المراد بالعسيلة هنا الوط للإنزال والرابع من الشروط بينونتها منه أي من الزوج الثاني فإذا طلقها الثاني طلاقا رجعيا وكانت في عدة هذا الطلاق فإنها لا تحل للأول والبينونة تكون بطلاق أو خلع أو وفاة أو فسغ بقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها الثاني فلا جناها عليهما أن يتراجع إن ظنها يقيم حدود الله والخامس من الشروط إنقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني وذلك لعدم جواس النكاح في العدة سواء كانت العدة عن طلاق الرجعين أو عن طلاق بائن قال رحمه الله تعالى فصل في الإله الإله في اللغة العرب هو الحلف أما شرعا فهو حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أي من غير تحديد وقت أو أكثر من أربعة أشهر ولابد أن يكون الوط الذي يحلف الزوج على الامتناع منه وطءا شرعيا أما إذا حلف على الامتناع من وطء زوجته في وقت الحيد أو النفاس أو في وقت إحرامه أو إحرامها فإن ذلك لا يعد إلاء ولهذا يقال في تعريف الإله حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته وطءا شرعيا مطلقا من غير تحديد وقت أو فوق أربعة أشهر أو يحدد وقتا فوق أربعة أشهر وسواء حلف أشهر وطءا 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 زوجته بطلاق أو عطق أو التزام ما يلزم بالنذر كقوله وطأتك وأنت طالق ونحو ذلك قال رحمه الله وإذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته المطيق للوط وطءا شرعيا مطلقا كأن يقول والله لا أطأك من غير أن يذكر وقتا أو مدة تزيد على أربعة أشهر كأن يقول والله لا أطأك خمسة أشهر أو سنة أو سنتين فهو زوج مول من زوجته مول أي حالف على الامتناع من وطئها في هذه الحالة ويؤجل له أن يمهل الزوج المول وجوبا إن سألت أي طلبت زوجته ذلك أربعة أشهر إقامرية إن كان حالفه مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإنه ينتظر أربعة أشهر يحق الله أن يبقى على حليفه لمدة أربعة أشهر فلابد أن تكون الأشهر قمرية لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وتمتدئ المدة من الإيلاء من وقت الإيلاء إذا كانت الزوجة وإذا كانت الرجعية فالمدة تبتدئ من وقت الرجعة ثم بعد انقضاء هذه المدة التي يحق للزوج أن يبقى على حليفه على الامتناع من وطء زوجته يخير زوج المول بين أمرين الأول الفيئة يعني الرجوع عن حليفه قول الله تبارك وتعالى فإن فاء فإن الله غفور الرحيم وتحصل الفيئة بالجماع إذا كان قادرا عليه وإلا تحصل بالقول قال رحمه الله والتكفير فإذا رجع عن حليفه فيلزمه التكفير لأنه حنث في يمينه والثاني الأمر الثاني هو الطلاق للمرأة التي حلف على الامتناع من وطئها قول الله تبارك وتعالى وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم إن امتنع الزوج من هذين الأمرين امتنع عن الرجوع عن حليفه وامتنع عن طلاق المرأة طلق عليه الحاكم أي طلقة واحدة نيابة العرب لأن دوامه استمراره على الإيلاء إضرار لها والضرر لا يجوز في دين الله والطلاق مما تدخل فيه النيابة فينوب عنه الحاكم عند امتناعه من الفيئة ومن الطلاق ولا يحق للحاكم أن يطلقها عليه أكثر من طلقة فإن فعل ذلك لم يقع الزايد وكل هذا بطلب الزوجة فأما إذا لم تطلب الزوجة ما ذكر لم يوقف لأن الوطأ حقها فلها إسقاطه والتنازل عنه هذا هو الإيلاء الذي ترتب عليه الأحكام أما إذا كان إذا كانت مدة إيلائه أقل من أربعة أشهر أربعة أشهر فأقل فإن هذه الأحكام لا تترتب على الإيلاء فله أن يبقى على يمينه وله أن يكفر على يمينه ويرجع إلى جماع وطأ زوجته قال رحمه الله تعالى فصل في الذهار الذهار في لغة العرب مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أن أنت عليك ذهر أمي وإنما خص الظهر بالذكر دون غيره من أعضائها لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج أما شرعا فهو تشويه الزوج زوجته في الحرمة بأنثى لم تكن حلة له سواء كانت الأنثى أمه أو كانت أخته أو غير ذلك فلا يكون الظهار من غير الزوجة كمملكة وجنبية ولو علقها بنكاحها وحكم الذهار في الأصل أنه محرم بإجماع العلماء وذلك لقول الله تبارك وتعالى وإنهم لا يقولون والضمير يرجع إلى الذين يظاهرون من نسائهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور فدل ذلك على أن الذهار محرم حيث سماه الله منكرا وزورا وحيث دعى الله وحيث دعى الله سبحانه وتعالى الزوجة إلى الطوبة المشار إليها في قول الله تبارك وتعالى وإن الله العفو غفور وللذهار سيغة وأشهر للذهار أركان أولا وأركان أربعة وهي مظاهر وهو الزوج ومظاهر منها وهي الزوج ومشبه به وهي الأنثى التي تحرم عليه تحريم المؤبد لا تحل له بأي حال من الأحوال وصيغة ويشترط في الزوج المظاهر كونه يشترط في المظاهر أن يكون الزوجا يسح طلاقه ولا عدا أو كافرا أو خصيا أو مجبوبا أو سكرانا وتعديا ولا يسح الزهار من غير زوج فإذا ظهر من امرأة جنبية فلا يسح الزهار هو إن تزوجها بعد ذلك ولا يسح الزهار كذلك من الزوجة في قولها لزوجها أنت عليك ذهر أبي أو أنا عليك كذهر أمك ولا يسح الزهار من سيد الأمة كأن قال لأمته أنت عليك ذهر أمي ولا من سبي ومجنون ومقره وذلك لعدم سحة طلاقهم الذهار فرع عن الطلاق فلا يسح ذهار من لا يسح طلاقه فإنما يسح الزهار من زوج يسح طلاقه ومن شروط المرأة المظاهر منها أن تكون الزوجة في حال الزهار ولو أمة منكوحة له سواء كانت صغيرة أو كبيرة مجنونة أو عاقلة مريضة سواء أمكن جماعها أو لم يمكن جماعها كأن تكون رتقاء أو قرناء وسواء كانت مطلقة أو غير مطلقة فلا يسح الذهار من امرأتنا الجنبية ولو مختلعة منه أو من آمة غير زوجة له ويشترط في المشبه به كونه أنثى أو جزء منها محرما بالنسب أو رضاع أو مساهرة لم تكن حلالا له قبل ذلك أمه وبنته وأخته من النسب ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيها التي نكحها قبل ولادته أو معها إلى آخرين ويشترط في الصيغة أن تكون لفظا يشعر بالذهار وصورة الذهار أن يقول زيد لزوجته أنت علي كذهر أمي أما حكمه فقد سبق أنه محرم بل هو من كبائر الذنوب لأن فيه تحريما لما حله الله سبحانه وتعالى وتبديل لحكم الله ومقتضى الذهار أن يفارق الزوج زوجته فورا يعقب الذهار مباشرة إذا لم يكن هناك مانع من المفارقة كجنون فإن لم يفارقها فورا وتترتب على ذلك أحكام فإن كان الذهار مقيدا بزمان أو مكان لم يصر الزوج عائدا في ذهاره إلا بوطء في ذلك الوقت أو في ذلك المكان لأنه ذهار مقيد فإن جامع في الوقت الذي عين هو في المكان الذي عين وصار عائدا في ذهاره فإن كان الذهار غير مقيد بزمان ولا مكان فإما أن تكون المظاهر منها رجعية أو غير ذلك فإن كانت رجعية مطلقة طلاقة رجعية وهي في عدتها حصل العود بالرجعة أما إذا كانت غير مطلقة أصلا وكان الذهار مطلقا غير مقيد بالزمان ومكان فإنه يحصل العود بمضي زمن يمكن فيه أن يفارقها بطلاق ونحوه هذا قال المصنف رحمه الله وتعالى والذهار أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ذهر أمي فالمصنف رحمه الله وتعالى ضمن شروض الظهار بقوله أن يقول الرجل فقوله الرجل هذا احتراز من المرأة قوله لزوجته هذا احتراز من الأجنبية قوله أنت عليك ذهر أمي وهذا وهذه صيغة الظهار وفيه المشبه به هو أن يكون المشبه به أنثى لا تحل له نعم قبل ذلك ومثله كذلك أن يقول كرأس أمي أو يد أمي أو رجل أمي أو بطن أمي أو نحو ذلك فإذا قال لها ذلك قال لها أنت عليك ذهر أمي ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الظهار ولم يتبعه بالطلاق فور إمكانه صار عائدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل أوص ابن سامت الوطي أم لا يعني لا يشترط في العود الذي ترتب عليه أحكام الذهار أن يطع المرأة في المدة أو الزمان الذي قيد به الذهار وكذلك أن يطعها في أي مكان أو زمان إذا كان الذهار مطلقا وكذلك لم يسأل النبي أوص ابن سامت وهو المظاهر هل عزم على الوطي أم لا وهذا الدليل على أنه لا يشترط في الذهار في العود في الذهار أن يعزم على الوطي فدل ذلك على أن مجرد إمساكه لها بعد الذهار في زمن يمكنه طلاقها ومفارقتها عود ترتب عليه الأحكام المذكورة في الآيات ولأن العودة للقول مخالفته فإذا قال لزوجتي أنت عليك ذهر أمي ثم أمسكها بعد ذلك ولم يفارقها فإنه يكون مخالفا لقوله لأن قوله أنت عليك ذهر أمي يقتضي أن لا تحل له وأن لا يمسكها أما إذا طلقها بعد العود مباشرة فلا يكون عائدا قال رحمه الله ولزمته الكفارة أي إذا ثبت عوده وعوده يثبت بإمساكه لها وتركه لطلاقها بعد الذهار مباشرة لزمة الكفارة المغلبة المذكورة بقول الله تبارك وتعالى تحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون الخبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكين فالكفارة المغلبة التي تجب على المظاهر إذا صار عائدا هي تحرير رقبة ولا بد أن يحصل هذا التقرير هذا التحرير قبل الوطن فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ما يشتري به رقبة فكفارة وصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى كذلك وإن لم يستطع صوم شهرين متتابعين فكفارة ويطعام ستين مسكين قال رحمه الله والكفارة عدق رقبة مؤمنة ولا بد أن تكون الرقبة كاملة الرقبة ويشترض فيها أن تكون مؤمنة كما ذكر المسنف رحمه الله أي مسلمة ويشترض كذلك أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب ضرارا بينا ولا تجزئ الرقبة اللعمة وكذلك الأشهل ومخطوع اليدين أو الرجلين لأن المقصود من عدق الرقبة تكميل حال الإنسان ليتفرغ لأعماله ووظائف الأحرار وذلك لا يحصل إلا إذا استقل بكفاية نفسه ولا يمكنه ذلك إلا إذا كان سليما من العيوب التي تضر بالعمل والكسب قال فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة عجز عنها حسا أو شرعا سيام الشهرين المتتابعين فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين لهارم أو مرض يدوم الشهرين أو مشقة شديدة تناله من الصيام أو خاف زيادة مرض ويطعام ستين مسكين أو فقيرا وهم الذين تصرف إليهم الزكاة كل مسكين أن يملك كل مسكين أو فقير مدا من غالب قوة بلد المكفر وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاثة المذكورة في الآية استقرت الكفارة في ذمته فإذا قدر عليها بعد ذلك وعلى خصلة منها وجب عليه فعلها قال ولا يحل للمظاهر أي ظهارا مطلقا إذا ثبت عوده وعوده يثبت بترك الطلاق بعد الذهار مماشرة مع إمكانه فإن حل المظاهر وطءها أي وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر بما ذكر لقول الله تعالى من قبل أن يتماس وهذا الشرط مصرح فيما إذا كانت الكفارة بعدق أو بصوم أما إذا كانت الكفارة بإطعام ساكين فإنه يلزم كذلك أن لا يطاها إلا بعد التكفير بالإطعام حملا للمطلق من الكفارة على المقيد وذلك الاتحاد الواقع قال رحمه الله تعالى فصل في اللعان اللعان في لغة العرب مسدر لاعن وهو لغة المباعدة ومنه لعنه الله أي أبعده وطرطه من رحمته وإنما صمي اللعان لعانا لبعد الزوجين من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر لأنهم لا يجتمعان أبدا أما شرعا فهو كلمات مخصوصة وهي جمل خمس كما سيأتي معلومة جعلت حجة بمنزلة الشهود الأربعة الذين لهم حجة في الزنا للمضر أي للمحتاج احتياجا شديدا إلى قذف من لطخ أي لوث ودنس فراشه بالزنا وألحق العار به بسبب الزنا أو جعلت حجة للمضر إلى نفي ولد نسب إليه وعلم يقينا أو ظنا غالبا أن ذلك الولد ليس منه وصورة ذلك أن يأتي إلى الحاكم يقول هذا الولد أو الحمل ليس مني ثم يلاعن بعد ذلك إذا أمره الحاكم وقول الفقهاء رحمهم الله رحمهم الله تعالى في تعريف اللعان كلمات مخصوصة أو معلومة جعل حجة للمضر قولهم حجة للمضر هذا ليس بقيد فلا يشترط أن يكون مضرا إلى ذلك لأنه دعم له أن يستر عليها ويطلقها ولا يشترط في اللعان أن يكون مضرا إلى قذفها قال رحمه الله تعالى وإذا رمى أي قذف الرجل المكلف زوجته المحصرة بالزنا وأنكرت هي وطالبت بحده فعليه حد القذف هو ثمانون جلدة إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بالزنا المقذوفة لقول النبي عليه صلى الله لهلال ابن أمية حينما قذف زوجته بالزنا البينة أو حد في ظهرك أو يلاعن زوجته المقذوفة بأمر الحاكم أو من في حكمه فالزوج يختلف عن غيره ممن يقذف النساء بالزنا فمن قذف النساء بالزنا وجب عليه حد القذف إلا يأتي بالبينة أما الزوج فيسقط عنه حد القذف بالبينة كصائر الناس أو باللعان فهو يختص باللعان قال فيقول هذا الزوج القاذف عند الحاكم أو نائبه في الجامع في المسجد التي تسلى فيه صلاة الجمعة على المنبر في جماعة من الناس أقلهم أربعة واستحبوا أن يكونوا من أعيان البلد وأهل الخير منهم لأن في ذلك أي في كون اللعاني في المسجد الجامع وعلى المنبر وفي جماعة من الناس تعذيمة للأول لقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهذا من الأمور المستحبة التي تندب وليس بواجب ماذا يقول أن يقول عند الحاكم أشهد بالله إنني لمن الصادقين بما رميت به زوجتي فلانة من الزنا ويرفع في نصبها ليذكر من نصبها ما يرتفع به اللفس إن كانت غائبة أما إذا كانت حاضرة فإنه يشير إليها بقوله زوجتي هذه ولا بد من لفظ الشهادة في اللعان ولا يجزء غيرها وذلك الورودها في الآية والحديث نعم يكتفي بذلك إن لم يكن هناك ولد أما إذا كان هناك ولد ينفيه فإنه يذكره في الكلمات فيقول في كل جملة من هذه الجمل وإن هذا الولد من الزنا وليس مني يقول ذلك أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعذه الحاكم ويخوفه من عذاب الله في الآخرة ويذكر له أنه أشد من عذاب الدنيا يقول في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين أي فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا فإذا تم اللعان الزوج فهناك أحكام تترتب على لعانه قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويتعلق باللعان الزوج وإن لم تلعن الزوج خمسة أحكام الحكم الأول سقوط الحد أي سقوط حد القذف عنه وذلك إن كانت محسنة وكذلك سقوط التعزير عنه إن كانت غير محسنة فالقذف غير المحسنة لا يستوجب ولا يقتضي الحد لأن لعانه يقوم مقام الشهادة والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط الحد عن الزوج بسبب اللعان كما في الحديث والحكم الثاني الذي يترتب على لعان الزوج وجوب الحد عليها أي وجوب حد الزنا على المرأة وذلك إن لم تلعن أما إذا لعنت فسيأتي أن لعانها يسقط عنها حد الزنا وذلك لقول الله تعالى ويدروا عنها العذابة أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والثالث من الأحكام التي ترتب على لعان زوال الفراش أي بينونتها منه ولا تكون زوجة له بعد اللعان ولا يحل له زواجها بعد ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما وقال للزوج لا سبيل لك عليها والرابع من الأحكام نفي الولد يعني الملاعن لا ينسب الولد الذي نفاه في اللعان إليه بل يلحق بأمه وقد كان ابن الملاعنة في عهد النبي ينسب إلى أمه والخامس من الأحكام التي ترتب على لعان زوج التحريم على الأبد الفرقة المؤبد بينهما ولا يحل الملاعن نكاحها أبدا حتى لو كذب نفسه بعد ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها وقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وجميع هذه الأحكام تترتب على مجرد لعاني الزوج ولا يتوقف الشيء منها على لعانها ولا على قضاء القاضي قال ويسقط الحد عنها يحد الزنا الذي ثبت باللعان الزوج بأن تلتعل لأن تلاعن الزوج بعد تمام لعانه أما إذا لم تلتعل فإنه يجب عليها حد الزنا ويثبت باللعان الزوج لأنه بمزلة الشهادة وتقول أي في لعانها أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا فإن كان غائبا نسبته أوصلت نسبه إلى ما يرتفع به النبس وتكرر هذه الكلمات أربع مرات وتقول في الخامسة أي في مرة الخامسة بعد أن يعذها الحاكم أو نائبه وعلي غضب الله إن كان من الصادقين أي فيما رماني به من الزنا بقول الله تبارك وتعالى ويدلوا على العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولا يجوث له بعد ذلك قذفها نعم لا يجوث له ذلك لكن إذا قذفها بعد ذلك فإنه لا يحد لأنها غير محسنة ولا تصير بالتعانها محسنة أما في حق غيره فهي محسنة ولا يجوث لأحد أن يقذفها بالزنا فإن فعل ذلك فإنه يجب بطلبها حد القذف ذلك العيوم الأدلة المقتضية لذلك الله سبحانه وتعالى على صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو الراجح ما هو الراجح في أن ينسب الولد إلى إلى الأب يعني إلى الأب الشرعي لكن الذي زنى بالمرأة السؤال عن نسبة الولد إلى الزاني نعم الراجح أنه أن نسب لا يثبت بالزنا وإنما يثبت بالنكاح الشرعي ولكن إذا كان الرجل يدعي أن هذا ولده أن هذا ولده فإنه ينسب إليه ويأخذ يعني كل أحكام الأولاد يعني مثلا حتى أخوه يكون أمها وكذا نعم نعم طيب أزاك الله خير الله يبارك أزاك الله خيرا الشيخنا وارك الله فيك نفع الله بكم الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا أحفظكم في الداري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وبركاته